توقفت مفاوضات جينيف 2 بين الحكومة والمعارضة السورية بلا اي جديد سوى الاتجاه الى جولة ثالثة فبعد انتهاء المفاوضات في جولتها الاولى دون الوصول الى نتيجة اعلن المبعوث الاممي والعربي الاخضر لبراهيمي ان الجولة الثانية لم تصل الى اي نتيجة ايضا انتهت الجولة الثانية من مفاوضات جينيف 2 بين وفدي الحكومة السورية والاتلاف المعارض واعلن المفاوض العربي والاممي الى سوريا الاخضر الابراهيمي انتهاءها بالاتفاق على جولة ثالثة واوضح الابراهيمي ان الجولتين لم تحقق الكثير ودعى الاطراف المعنية بمحادثات السلام الى التفكير واستقلاص العبر مما جرى في الجولتين لتجنب تكرار المشكلات نفسها مستقبلا وذكر التقارير الصحفية ان الوفد الحكومي السوري وافق على مشروع جدول الاعمال خلال جلسة اليوم واكد الاستعداد للعودة الى جينيف بعد الاتفاق على موعد الجولة المقبلة كما شدد على انه جاء للتوصل الى حل سياسي وفق جينيف واحد كما اكد وفد دمشق على اعطاء كل بند حقه في الحوار ضمن مشروع جدول الاعمال المقبل وصولا الاتفاق على بند لان هذا ينعكس اجابا على البند الاخرى مشددا انه لا يمكن لبند مكافحة الارهاب او غيره ان يطرح في ساعتين والانتقال الى ما بعده من دون الوصول الاتفاق مشيرا الى ان هذا المبدأ ينطبق على جميع البند مشيرا الى ان وفد الاتلاف يريد جعل هيئة الحكم اولوية منوها بان من يريد وقف العنف عليها ان يقبل مكافحة الارهاب ومعتبرا ان المعارضة لا تملك قرارا مستقلا من جهته اعلن مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي في جينيف ان وفد المعارضة ينفذ اجندة خارجية كما اعتبر الجعفري ان وفد المعارضة غير جاد في النقاش السياسي احنا وافقنا على مشروع جدوى الاعمال مقترح من الوسيط الدولي الخلاف بدأ عندما بدأ الطرف الاخر يطرح تفسيره الخاص لجدوى الاعمال كيف هو يفسر ويؤول جدوى الاعمال بحيث انه يتم تخصيص يوم واحد لمكافحة الارهاب ومن ثم يوم اخر لهيئة الحكم الانتقالية كما يسمونها بدون ان ننهي موضوع الارهاب يعني بمعنى اخر ارادوا ان يبقى النقاش حول موضوع مكافحة الارهاب مفتوحا الى ما لا نهاية من ناحيته قال المتحدث باسم الاتلاف المعارض لأي صافي انه لا يمكن وقف العنف ما لم يتم تشكيل الهيئة السياسية الانتقالية متهما دمشق بتجنب مناقشة هذا الموضوع كما اعتبر صافي ان الوفد الحكومي مصر على الوقوف عند نقطة الارهاب برغم تأكيد المعارضة ان وقف العنف يتطلب تشكيل حكومة جديدة مشيرا الى ان عودة وفد المعارضة الى المفاوضات سيتم عندما تلمس جدية الحكومة السورية والموقف الروسي